سنور هل الشركات دي من الهشاشة دي انه حد ممكن يعمل سابوتاش داخلي ويوقفش يعني زي ما بنشوف كنا في الافلام الامريكاني حد عايز ينتقم من شركة ولا حاجة يخش يحط لها مثلا فيروس يلعب حاجة في البروجرامينج فالشركة تشوت داون اوكي اول شي ما فعل خير مرة تانية بتوقع مثل ما اشار بايس اللي حكى قبلي على فكرة انه هاي الشركات في بينها وبين المستخدمين الاف ومئات ومئات وآلاف من الشركات الاخرى اللي بتقدم خدمات معينة قد يكون في وحدة من هاي الشركات اللي تربطنا بهاي السلسلة قد تعرضت لمشكلة تقنية مثلا قدت لتوقف هاي الخدمات للاجابة على سؤالك ان كانت الشركات الكبرى بهاي الهشاشة بصراحة هي مش الشركات الكبرى هي الانترنت بحد ذاتها الانترنت قديم الانترنت بعد ما نحن عم نستخدم البنية المعمارية اللي تم تصنيمها بالخطينات هي ذاتها اللي لم تتغير اليوم الجزئية اللي قدت لتوقف الفيسبوك والواتساب هي الجزئية اللي اقل تطورا في الانترنت اللي هي الدياناس مثلا طبعا هل في سبب قدت لتوقف الدياناس الشبكة التي تستضيف هاي السيرفرات الخاصة بالدياناس هاي الشبكة نفسها اللي هي اعتبرها انت شبكة الانترنت اللي بتوصل خدمة الانترنت اللي عندك على البيت هي توقفت مما أدى لتوقف خدمات الدياناس يعني مما أدى لأنه نحن كمستخدمين ما عد بإمكاننا تستخدمت هاي الخدمات فأيضا للإجابة عسوالك الانترنت هاش مش هاي الشركات طب خلينا نسأل السؤال المنطقي إيه علاقة شركات تانية زي جوجل وأمازون وتيك توك وشركات أخرى لا علاقة لها بنفس الدياناس يعني ليه برضو تأثروا ده تويتر نفسه يعني تأثر السؤال عظيم والإجابة عليه رح توضح المشكلة بشكل أكبر افترض أنه هاي الشركات فلنفرض فيسبوك فلنفرض تويتر هما نفسهم زباء لنفس شركة الابتصالات اللي عم توفر البي جي تي اللي عم يستخدموا هاي الشركتين مهندس بهاي الشركة حاب يغير نوعا ما مثلا جزء معين بسيستم أو يعمل له أبديت أو إلى آخره أدى لأنه توقف جزئية بشركة الابتصالات هاي أدى لأنه توقفت الشبكة فالشركتين اللي هما تويتر وفيسبوك اللي هما زباء لنفس الشركة توقفت بعض الخدمات عندهم تماما هذا هو التفسير لسبب توقف خدمات أخرى غير الفيسبوك وواتساب وانستجاب مهندس دلشد فين بلان اي وبلان بي والسيناريوهات وإن إحنا نقدر نحن نتصرف وترابل شوتينج ومليارات من الأمن السبراني وكل هذه الأشياء سؤال ثاني عظيم تماما والإجابة عليه رح توضح المشكلة بشكل أكبر نحن المشكلة عندنا أنه الفيسبوك ضخم جدا فأي تغيير بالبنية التحتية بيحتاج شيء نحن بنسمي ديبلويمنت والديبلويمنت بعالمنا بيحتاج أحيانا أيام مش بس ساعات الفيسبوك عنده ملايين المخدمات أنا اليوم كنت عم بحصي كان ديينيس سيرفر بالمنطقة اللي أنا عايش فيها بيخدم الفيسبوك تقريبا 540 ديينيس سيرفر فنحن عم نحكي عن بونا تحتية خيالية فأتوقع الفيسبوك عم يعمل تقييم للحالة هلا الفيسبوك عم يفكر أنه هل أمتظر شركة التفاصلات المسؤولة عن البي جي بي تصلح المشكلة اللي عندها لأدد لأنه يتم حزف سجلات في الفيسبوك من البي جي بي أو ابني بلان بي تبعي يدخل بالبلان بي اللي قد تحتاج يوم أو يومين مثلا فأتوقع بالساعات المقبلة لازم نحن نشوف يا أم تحت تصريح من فيسبوك عن خطة البلان بي هل أنا شايف أنه حضراتكو أو أغلب الناس اللي بسمعها مستبعدة جدا فكرة القرصنة السبب اللي يخليني أنا باستبعد فكرة القرصنية لأنه مشاكل الديينيس دائما بتحصل ما بعث إذا بتتذكر في 2016 نصف الانترنت توقف وكان السبب كان السبب كمان مشكلة الديينيس الديينيس هو النقطة الأضعف في شبك الانترنت اليوم وهو دائما يتعرض لمشاكل تقنية أدي لتوقفه أنا باستبعد الهجم السيبرانية لأنه 90% من المشاكل الديينيس بتكون أخطاء تقنية أكثر منه هجمات ولكن احتمال الهجم السيبرانية قايم طبعا ممكن شخص بداخل شركة الاتصالات ما عجبه حلقة 60 منت وعمل هاي المشكلة قرر نواياً طاقم من فيسبوك ممكن ممكن ولكن احتمال أنه تكون مشكلة تقنية بصراحة أكبر بكتير من أنه تكون عمل تخريبية وهجم السيبرانية بشكرك شكراً جزيلاً لشاد عثمان خبير أمن المعلومات شكراً لك